اشهدت معالية السيدة فوزية بنت عبدالزين الرئيسة مجلس النواب بمضامين الرسالة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة واكدت رئيسة مجلس النواب ان جلالة الملك المفدى يده الله هو الداعم الاول لحرية الرأي والتعبير والصحافة والاعلام وما تحقق في المشروع الاصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة وفق رؤية ملكية تؤكد على الدوام دعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة ودورها التنويري في البناء والنهضة والشراكة الفاعلة في كافة المشاريع والمبادرات والبرامج الوطنية وهضافت مع عليها ان مضامين الرسالة السامية لجلالة الملك المفدى رسخت مبادئ وقيم دعم امانة الكلمة الصحفية الصادقة والمسؤولة في مختلف قطاعات الصحافة والاعلام والحفاظ على الشرف ميثاق هذه المهنة العريقة كما ان اشادة جلالة الملك المفدى بالمؤسسات الصحفية والاعلامية والاعلام الوطني ولكفة منتسبي هذه المؤسسات على ما يقومون به من دور بناء في ترسيخ رسالة الصحافة النبيلة وهو سام وطني رفيع ومسؤولية متجددة في الدفاع عن شرف المهنة وتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين مشيرة مع عليها الى ان استمرارية الدعم الملكي السامي لتلبية طموحات الاسرة الصحفية والاعلامية يؤكد وبصورة عظيمة ما يليه جلالته لدعم العمل الصحفي والاعلامي لأداء رسالته التنويرية اشتركوا في القناة